موضوع عبادة الشيطان كنت بتقولي ان فيه شخص معين الشخص ده مسؤول بشكل كبير جدا عن البدايات بتاعة موضوع عبادة الشيطان في العالم بالضبط هو من الشخصيات الغريبة قوي قوي وهو إليستر كراولي عبر التاريخ وعبر العصور كان دايما فيه شخصيات بتطلع غريبة شخصيات انتماءتها وتفكيرها وحياتها نفسها مختلفة عن الطبيعي هو هذا الشخص إليستر كراولي إليستر كراولي او الشيطان الكبير ومؤلف احد أهم وأخطر الكتب وهو كتاب يطلق على اسم كتاب القانون إليستر كراولي لما بدأ حياته بدأ حياته كشاب عادي خالص ولكن كان عنده ميول غريبة وهذه الميول قدت به إلى مرحلة من مرحل الإدمان ثم إلى تجهيز عبادة خاصة من عبادات الشيطان ولكن حاب نتكلم عن أعنف عبادة من عبادات الشيطان اللي كان بيتم فيها إراقة الدماء والتضحية بالأطفال مش كده وبس هذا الرجل من ضمن وصمات العر اللي عملها على مستوى العالم إن هم كانوا بيجيبوا الأطفال ويقوموا بتعذبهم بشكل معين عشان يحصلوا على دماغهم وبيحصلوا من دماغهم على مادة اسمها الأدري نوكرو إن هم يخوفوا الأطفال بشكل كبير وللأسف الشديد إن هم يتغزوا على دماغهم كلام اللي إحنا بنقوله ده هو كلام مهم يعني يتغزوا على دماغهم يعني كانوا بيمصوا دمهم زي مصصيني الدماغ بياخدوا آه طبعا هو وصل لمرحلة إنه فعلا كان بيمتص الدماغ ده حقيقي يعني إليستر كراولي والجماعة بتاعته وصلوا إلى مرحلة من الجنون والعظمة بالنسبة لهم من عبادة الشيطان إن هم كانوا بيجيبوا الأطفال ويقوموا بتعذبهم بشكل معين من أجل أن يحصلوا على دماغهم والكلام ده معروف يعني الكلام ده معروف ويؤسفني أقولك إنه لسه بيحصل لسه بيحصل هو إيه اللي لسه بيحصل إنه فيه حد بيتمم بيعذب الأطفال علشان يطلع منهم من دموهم مادة معينة ده مين اللي بيعمل كده برضو نسبة أن تمي إلى عبادات أشبه بهدي العبادات موجودين للأسف شديد في بعض الدول العظمة وللأسف شديد بيكملوا مسيرة هذا الرجل بالمناسبة هو راح لمنطقة احنا يمكن نتكلمنا عنها قبل كده راح لمنطقة كهوف تسيلي في الجزائر ويقال إنه هناك برضو كان بيحاول الالتقاء مع كائنات أو كائنات علوية أو كائنات علوية والعلم كان ليه زيارة الأهرامات برضو كراولي كان دايما عنده الفكر الخاص بيهن هو عايز يخلي الشيطان هو المعبود الأساسي وابتدى يجمع ناس كتير جدا 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 تحت طائفة سوداوية هذا الرجل هو اللي كان بيقودها طب هو فعلا تواصل مع الشيطان يعني حصل تواصل مع إبليس أو كده علشان يقدر يعمل بعد كده الحاجات دي كلها ويقدر أنه هو يقول آه أنا هعبده والعمل إيه يعني هو تواصل معي أو ما تواصلش فيه ناس كتير تواصلوا مع الشيطان وما زالوا بيتواصلوا مع الشيطان من أجل الحصول على الشهرة والمادة هو بقى تواصل معي المفروض أنه هو تواصل معي في مرحلة من المراحل المفروض أنه هو تواصل معي وبيقول أن حتى الشيطان ساعده في كتابة كتاب اللي هو كتاب القانون اللي هو كتبه اللي فيه ثلاث أبواب بيتكلم فيهم عن حاجات في منتهى الخطورة. في منتهى الخطورة. بيتكلم عن تعاملات شيطانية بشكل معين وكيفية عبادة الشيطان بشكل معين وتسخير وجلب الشاطين. لا ده كتاب العزيف اللي هنتكلم عنه بعدي. ده كتاب العزيف. للأسف شديد كتاب القانون بشكله الحقيقي. ما نظرش ان احنا نتكلم عنه او نعرضه. يعني او على الآل مش دلوقتي. لكن احنا نتكلم عن الشخصية نفسها. انما احنا شوفنا ده ده كتاب العزيف تعبدالله الحذرة. شخصية اكثر جنونا يعني. لكن مشكلة كراولي انه هو لما عمل العبادة بتاعته ارتبطت بالطاروت. احنا كتير اتكلمنا عن الطاروت. وكتير كنا بنحذر الناس من الطاروت. وكتير كنا بنقول مدى خطورته وانه وتعاملات شيطانية. خلية نقولك ان كراولي من اصحاب الفضل على اللي بيلعبوا بالطاروت او الطاروت. انه قام باستخراج كروت جديدة. وده بيؤكد لنا الفكرة احنا كنا دايما بنتكلم عنها ان التعامل في الطاروت هو امر شيطاني. تماما. تماما. التعامل بالطاروت هو امر شيطاني تماما. وخلي بقى لك ان يلعب بالطاروت ما بيقدرش يبطله. واللي بيتقري له الطاروت ما بيقدرش يبطله. لان المغر requireت كبيرة. لكن ثق تماما. انا نهاية من يتلعب بالطاروت نهاية سيئة جدا. وبيخصر بيخصر حاجات كبيرة قدامها. زي مين اللي بيتلعب بالطاروت؟. لا كتير على المصطلح. ده الوقت الشباب بيعود مع بعض يلعبوا بالطارو. ومش مدركين خطورته. التاروت ده بس عايزين اعرفه اكتر الناس. ده الاشخاص اللي بيقدروا يقروا المستقبل. بالزبط. هي مجموعة من الكروت المفروض. يعني إلهي على ملغايب إلا الله. مجموعة من الكروت بيجيبوها هدي الكروت بمجرد امساكك بيها. والمفروض ان انت بتقرأ عليها بشكل معين. يعني مثلا بامسك الكروت واكلمها. بقول انا عايز اعرف احمد يحيا لفترة الجاية هيعمل ايه. او بيفتح الكروت باسم احمد يحيا. ويبدأ ينزل مجموعة الكروت قدامك. هذا الرجل كان من ضمن الناس اللي قامت بالتعديل على كروت التاروت. كروت التاروت بتنتمي الى اعنف انواع العبادات الخاصة بالكبالة. الكبالة اليهودية. واعنفها تماما خاصة بالسحر الاسود. اللي كان يستخدم في امريكا الجنوبية وفي افريقيا. مرتبطين مع بعض بموضوع الزمبي. او الموتة الاحياء. هناخنا بتسلش. استنى قبل موضوع الموتة الاحياء وقبل الزمبي. التاروت ليه علاقة بلايل عبداللطيفة؟ لا خالص. مالوج دعوة. خالص. طيب. لايل عبداللطيف ده مخطط. لايل عبداللطيف ده مخطط. طبعا مخطط. مش تنبق ومش تاروت ومش طاروت. Karton. هي صادقة في الهية قالته. ده مش تاروت ولا جن ولا أشباح ولا شياطين ولا كل للناس فاكرةة. هل نتكلم عن مختلف. هل نتكلم عن مستقبلي ربما يظهر في المستقبل. الفايل اللي بيتقدم ده. مش هيه بس هيه وحد تاني كمان. هل نقول اسمه مشي الحاك. مشي الحاك. هه طبعا مشي الحاك. اللي اتكلم عن ما يحدث في فلسطين قبل أن يحدث. برضو ماشي بمخط. هه طبعا طبعا يعني ده لاي. أنا نفسي أعرف الجهة اللي بتديلهم المخططات ده مين يعني لو هنقول فعلا أن هم ماشي المخططات مين اللي بيديهم المخطط ده حد عايز يصير البلبلة عند الناس وعايز يحبط الناس ويدمر حالتهم النفسية طب رجعنا تاني بقى الموضوع عبادة الشيطان كراولي ابتدى يجمع مجموعة من الناس وابتدى يحاول يقنعهم بشكل واضح أن عبادة الشيطان هي الأحق والناس دي هتستفيد بشكل معين وكان بيجمعهم تحت عباقة واحدة وابتدت تتفرع هذه العباقة لأنواع زي الإبليسية العادية والإبليسية الروحية أنواع يعتبر أنه لنفسهم مسميات وابتدى ياخد جزء منهم ينضم تحت طائفة خاصة به هو كان بيقوم بالتضحية بالأطفال وكان يعني بيجوه بالعالم كله وخلي بقى لك أنه هو كان بيتلعب بعقول الناس في الأول لأنه هو كان دارس بارا سايكولوجي فكان عارف الحاجات الخاصة بالخدع العقلية وأنواع من السحر بشكل معين أنه هو يخفي حاجة قدامك كان بيحاول يدي نفسه هالة وكأن عنده صبغة إلهية المحيطين بأنه هو إله وإن هو وصل بيه الأمر بقى في النهايات يعني أن أقول لهم أنا الشيطان ولكن متجسد في صورة إنسان وهو ما بعيدش عن الواقع نعم هناك شياطين بتعيش بيننا وبتكون متمثلة بشكلنا البشر ده مؤكد فيه شياطين بتبقى متجسدة بشكل الإنسان أكيد زي ما الجن بيعمل الجيم ده الشياطين بتعملها بالضبط طيب أنا فيه حاجة عايز أسألك عليها ده الوقتي لو هنقول إنه فيه ناس بتعبد حاجات تانية غير ربنا فيه ناس ملحدة فيه ناس يعني بتعتنق أي ديانة تانية أو أي حاجات تانية هم مؤمنين بيها وبيعبدوها طيب فيه كتير منهم بيمثلش أي خطر إنما لما بنسمع عن موضوع عبادة الشيطان على طول بيجي في دماغنا إنه لا الناس دي خطر الفئة دي خطر جدا على البشر صح وزي ما أنت قلت لي دلوقتي موضوع الأطفال وإنه هم بيقدموا الأطفال كقربين للشيطان كلمني أكتر عن ده أي حاجات تانية ممكن تخلي الفئة دي خطر على وجود يعني أنها تبقى موجودة وسط البشر أصلا بص هو أنا فيه مبدأ مهم لازم نتفق عليه ربنا سبحانه وتعالى لو أرد أن العالم كله يكون على ديانة واحدة لكان ذلك فالتنوع في الديانات السماوية أو الفكر ده أمر طبيعي طبعا لكن لما نلاقي أن هناك فئة بتعترض على وجود الإله وبتختلق إله خاص ليها أو عدو للبشر كلهم إحنا لازم نخاف منهم إحنا هنا بنتكلم عن انحراف العقيدة تام لأن أبرز ما يؤدوه إن هم بيقوموا بعكس الديانات يعني هو بيعمل كل حاجة في الديانات الطبيعية في الإسلام والمسيحية واليهودية هو بيغيرها تماما وبيعمل عكسها في قراءة القرآن والإنجيل والطورة من ضمن الثوابت بتاعتهم هي قراءته بشكل عكسي أو قراءته قدام المراية أو للأسف يعني محاولات زي حرقه أو الكلام ده كل أو حرق الكتب السماوية بشكل معين بالإضافة إلى تناولهم لأنواع يعني غريبة جدا 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 من المخدرات وخلي بالك إن هم بيوصلوا مرحلة معينة بيعتبروا نفسهم مش بشر وإن البشر أعداء ليهم للدرجة دي؟ طبعا هم بيعتبروا نفسهم في حالة سموه وعلوه عن البشر هم أعلى من الكينات البشرية اللي هو إحنا هم شايفين نفسهم إن هم بينتموا لإبليس فورا لا ينتموا للدجال وإن الناس ما اطلقبتش ينتموا إلى إبليس وأن إبليس في مرحلة من المراحل تحت خط السكر اللي بيعيشوا فيه بيتجسد جواه وده حقيقي ده حقيق هم بيوصلوا المرحلة إن فعليا بيتعاملوا ديرك مع إبليس أو أبنائه أو يعني واتفر لكن بيوصلوا مرحلة من الجنون في مرحلة الجنون دي ممكن يضحوا بأي حد حتى أقرب الأقرباء ليهم يتناولوا مختلف أنواع المخدرات ثم بعد كده بيقوموا بالشيء الأكثر رعبا هي محاولة جذب أشخاص أكتر من برة هذه الطواقف عشان ينضموا ليهم والقاعدة الأساسية اللي لازم تكون محطوطة أن أنت هتعبد الشيطان وهتتناسى تماما أن هناك إله وأن الأحق بقيادة الأرض ومن عليها هو الشيطان